في ظل التهديدات المتصاعدة للاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا يجد المسيحيون أنفسهم أكبر ضحايا التغيير الديمغرافي الذي ينتهج الاحتلال ويسعى إليه في الخفاء بحسب تقرير لمنظمة ذاتابلت البريطانية تقرير المنظمة كشف أن التهجير القسرية لمكونات شمال سوريا هو أولوية بالنسبة لتركيا وأن هناك أساليب تستخدمها الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال لمنع عودة المسيحيين المهاجرين والنازحين وغيرهم من سكان إلى مناطقهم وممتلكاتهم التي استولت عليها تلك الفصائل عام 2019 تقرير ذاتابلت ذكر أن أكثر من 130 ألف مسيحي كانوا يقيمون في شمال سوريا قبل الأزمة إلا أن العدد خفض بشكل كبير حاليا مشيرا إلى أن بعض القرى التي سيطرت عليها الفصائل الإرهابية باتت خالية من المسيحيين وبحسب تأكدات المنظمة البريطانية بخصوص أعداد المسيحيين قبل عام 2019 كانت هناك 100 عائلة في رأس العين و120 عائلة في تل أبيض لكنها اختفت الآن وباتت 35 قرية مسيحية في المنطقة مهجورة منذ عام 2015 ونقلت المنظمة عن رئيسة اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين ماينزا قولها إن احتلال تركيا لأراض بشمال شرق سوريا لا يزال يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط للمكونات الدينية في المنطقة بل للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نفسها كما ذكر تقرير المنظمة عن رئيس حزب الاتحاد السورياني في شمال شرق سوريا سانحاريب برصوم قوله إن الاحتلال التركي يتبع سياسة تهجير منهجية لتغيير ديمغرافية المدن المحتلة منذ عام 2019 ولا شيء يشجع النازحين على العودة إلى ديارهم في ظل وجود الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال عبر موابط